السؤال الثالث كيف تنظر إلى الدعوات لعودة الحراك الشعبي بالنسبة إلى الدعوة لعودة الحراك الشعبي يجب أن ننطلق من منطلق معين أولا أن الحراك الشعبي لم يبقى الحراك الشعبي الذي كان في فيبري 2019 هذا حراك جديد وإن كان رموزه وواجهاته وعدد كثير من الواجهات كانت في ذلك الوقت كانت موجودة موجودة وبينها من ناظلت قبل الحراك الشعبي وكانت معارضة فاستمرار الحراك الشعبي لأن الجزائريين انطلقوا في حراكهم بأجل أهداف معينة واضحة في ذلك الوقت هناك الكثير عادوا إلى بيوتهم قناعة بأن التغيير لأنهم أسقطوا العهد الخامسة شاهدوا وزراء وعصابة بوتفليقة في السجن فعادوا إلى بيوتهم عن قناعة أن الأمر تحقق وينتظرون إحداث التغيير ببطء وفي جو عام يتسم بالهدوء وغيره هناك من عادوا إلى بيوتهم حذراً لم يقتنعوا بما حدث يدركون تماماً أن الكثير من الأهداف لم تتحقق ولكن راهنوا على العودة إلى بيوتهم خوفاً من انزلاق الأمور إلى ما لا تحمد هناك من التحق مجدداً بالمشهد لغايات أخرى وهناك أيضاً من أصلاً دخولهم في هذا الحراك لم يكن للأهداف التي رفعها الجزائريون بل قد اندسوا أو دخلوا في الصف الجزائري في صف الحراك الجزائري من أجل استغلال إيجاد موطئ قدم لهم من أجل الاستمرار في أهداف هي الأهداف أصلاً كانت مسطرة من قبل خلال أزمة التسعينات وهناك أيضاً من ينتمون إلى ما سميت بمشروع الفوضى الهلاكة الذين يستغلون تطورات الأمور كي يبقوا دائماً يتماهون مع الأحداث حتى يصلون إلى أهدافهم أعتقد بأن الذين هناك من يدعو في أغلبيتهم هم الذين ينتمون إلى هذا المشروع مشروع الفوضى الهلاكة أو الذي هم يطلقون عليه مشروع الربيع العربي وثورات التغيير الجذرية وما إلى ذلك من هذا الأمور هؤلاء الذين يطالبون الآن بالعودة إلى الشارع تحت مسمى الحراك حتى عودتهم إلى الشارع ليست الحراك الشعبي لأنها بقيت هناك أقلية ونحن نشاهدنا خروج مظاهرات وكذا وكذا وهي فيها أقليات ويجري تصويرها بطريقة ذكية من أجل إبراز أنها الأغلبية أنها كثير وأن الشعب الجزائري لا الشعب الجزائري ليس من يخرج إلى الشارع الآن الشعب الجزائري أراهم فاتوا ربعين مليون وتقريبا عشرين مليون أو نحو عشرين مليون هيئة ناخبة واللي يخرجوا في الشارع يعدون بالعشرات والمئات والألاف وقل حتى عشرات الألاف فتبقوا دائما هم جزء من الشعب الجزائري وليسوا كل الشعب الجزائري إذن الدعوة إلى عودة الحراك في ظل هذه الظروف في ظل هذه الجائحة جائحة كورونا وفي ظل الوضع الاجتماعي الأصلاً اللي كان متدهور منذ عهد بوتفليقة والرئيس تبون استلم وضع سيء جداً للغاية حقيقة وضع سيء للغاية وزادت عليه جائحة كورونا التي ساهمت مساهمة فعالة في إضرار بالوضع الاجتماعي الجزائري كما حدث في دول لديها اقتصاد قوي وساهمت كورونا أو ساهم وباء كورونا في الإضرار بالوضع الاجتماعي للمواطنين إذن هم يستغلون كل هذه الظروف فقط من العودة إلى الشرع الأواقع لم يكن في صالحهم جزائريون نسبة كبيرة عادت نسبة كبيرة تنظر إلى الحراك الذي بقي ليس هو حراكهم الشعبي بل حراك آخر لديه أهداف معينة ولكنه فقط يستغل هذا الاسم لذلك أرى أن الذين يعودون إلى الشرع ليس الحراك الشعبي الذي اندلع في 22 فبراير بل حراك آخر مجموعة من الجزائريين أو نسبة من الجزائريين لديها أهداف أخرى غير التي كانت تتماعها مع أهداف عموم الجزائريين في المرحلة السابقة وهم يريدون ويسرون على الوصول إلى أنا أرى بأن العودة إلى الشارع في هذه المرحلة فيه ذرر أكبر من نفع الذين نصبوا الفخ في 22 فبراير وفي تلك المرحلة وفي ظل الموجات العارمة من الجزائريين التي خرجت إلى الشارع لم يفلحوا في تحقيق هذا الهدف الآن إذا أخرجوا الجزائريين سيفلحون في تحقيق أهدافهم والزج بالجزائريين في فوضى ومواجهة لأنهم يريدون مواجهة ما بين الدولة والشعب بين العسكر والأمن والشعب فإن حققوا أهدافهم هم يريدون إخرجوا الجزائريين إذا استطاعوا إسقاط النظام وتولهم السلطة يا دار ما دخلك شر وإذا لم يتمكنوا من ذلك وحدثت مواجهة وسقط جزائريون لا قدر الله في مواجهات سيتاجرون بدماء الجزائريين في محافل ونحن شفناهم في مرحلة معينة لم تعد لديهم ماذا سيفعلون فصاروا يختلقون الأخبار والأكاذيب وحدث كذا وحدث كذا والتعذيب في السجون كذا وكثير من القصص فبركوها فقط حتى يكون لهم حضور هؤلاء الذين يحرضونكم في كل الأحوال قال هو عايش في الخارج فاتح صفحات وحسابات في اليوتيوب كل حضور له إعلامي ره يدخل في الفلوس ووس من اليوتيوب على الإشهار الذي يمر على قناته والألاف ومئات الألاف الذين يتابعون أيضا يجمع تبرعات تحت مسميات مختلفة هو مستفيد مدية مستفيد مدية يجالس في بيته يروح يقضي في الإجازات على البحر ويخرج ويتشمس على البحر ويقول أيها الجزائريون اخرجوا وفعلوا حتى نحرركم من العصابة وهو في فندق خمس نجوم يقضي ربما تحت حماية أمنية من أطراف المعين لأجزم لكم حتى لو وصل هؤلاء إلى الحكم وتسلموا السلطة ما فعلوا شيء سيبقوا يبررون هناك ثورة مضادة وهناك محاولات إجهاد هناك الإمارات تتآمر علينا هناك السعودية تتآمر علينا وهناك بينهم من يقول هناك قطر تتآمر علينا ويكثرون من هذا الضجيج حتى يبررون فشلهم فقط الوضع معقد يا جماعة قد نطالب بأشياء ونصر عليها ولكن لو تولينا المسؤولية ربما لن نحقق ما يحققه تبون وتقيمه هذه الحقيقة يجب أن نتعامل بواقعية وهذا ليس دفاعا وهذا ليس دفاعا عن الرئيس تبون أنا أقول أن هناك كثير من النقائص وهناك الكثير من المؤاخذات وهناك كثير من الأمور نطالب بتحسينها وتعديلها وتغييرها وهذه الحقيقة يجب ولكن ندرك تماما أن مثل هذه الأمور لا تأتي أولا في ظل فوضى وثانيا لا يمكن أن تأتي سريعا لأن القضية أعمق لأنه لو يملك أحدنا المعطيات التي موجودة عند الدولة على المستوى الدولي وعلى المستوى المحلي وعلى المستوى الإقليمي وعلى المستوى الداخلي سيدرك أن الأمور أعقد من أنك تجلس عمام تفتح البث المباشر على الفيسبوك وتحكي 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 وفعله كذا وجدتني كذا وجدتني كذا ولا يوجد أي دليل الدليل الوحيد الذي تقدمه كإثبات على استقيد أنك لديك الكثير من المتابعين عزيزي ليست فوقراس كريشا جيد قل لي راهوا فلان يحدث كذا أو يحدث كذا نصدقها إعليكم الليوها الجزائرين ألا تصدقوا كل ما يقال ألا تصدقوا شيئا صدق الواقع تبعك إذا كانت شايف ظروفك ظروفك الاجتماعية إذا كانت شايف تغيير المشكلة فقط في الرئيس تبون والله يراني معاك هراني يكون معاك ولكن يا جماعة الخير المشكلة ليست هنا فقط المجتمع يحتاج إلى تغيير المنظومة الطربوية تحتاج إلى تغيير 20 سنة أو عقدين من الزمن من حكم بتفليخة خرجتنا جيل يا ساتر يا رب حتى تغيير هذا الجيل يحتاج إلى وقت كبير لذلك أنا شخصيا ألاحظ أن هناك إرادة سياسية لدى الرئيس تبون في إحداث هذا التغيير حقيقة وحتى المؤسسة العسكرية لاحظنا كيف بذلت وكيف عملت وكيف 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 تطهر في نفسها بنفسها إلى هذه الفطرة ولكن الأمر يحتاج إلى وقت يحتاج إلى التعاون الجميع أما أنك تريد بضربه بصرعه فلا يمكن أن يتحق هذا هذا الذي يقول لك أعود أخرج من جديد إلى الشارع ولا حل لك إلا عودة الحراك الشعبي مجددا وبهذه القوة هو يريد فقط أن يحقق ما فشل فيه وأجزم لكم أن الإنصياع وراء هذه الأصوات الناعقة هي مؤدية إلى التهلكة فقط فلا تتحول أيها الجزائريون إلى مجرد بضاعة يتاجر بكم في المحافل إلى أن تتحولوا بلادكم إلى قضية يصير يجلس عليها التركي والإيراني والروسي والفرنسي ويلتقوا في الخارج ويتفاوضوا على ما تسمى أزمة الجزائر ونحن نشفناهم الآن يجلسوا وناقشوا في الملف السوري لا حاضر معارضة سورية لا حاضر النظام السوري ولا أي شيء بل يجلس التركي والإيراني والروسي يتفاوضون ويحددون مصير سوري وهذا ليس تخويفا وهذا ليس تخويفا ولا نحتاج إلى التجربة فلان والتجربة الفلانية أو العلنية حتى ننطعذ عشناها في الجزائر وصاروا يلتقوا في سنتي جديو ويلتقوا في دول أخرى ليتفاوضوا على الجزائر ومن يشكوا اللي كان يموت ليس هؤلاء الذين كانوا في الخارج آرج في أمان اللي كان يموت هو العسكري المسكين فيهم اللي قد في الخدمة الوطنية والمواطن الجزائري المسكين لذلك أقول لك إخواني أيها الجزائريون الكرام أن التغيير يحتاج إلى جهود أخرى إلى خلق جو عام لنجاح التجربة الرئيس لديه عهدة انتخابية وعد بوعود نتابعه نطالب نناظل إذا دار شيء نقوله هذا فيه الغلط وهذا فيه الصواب ونلح ونطالب حتى تحقق المطالب وإذا لم يتحق جاي انتخابات أخرى ونخرج جميعا وننتخب مجددا مجددا وننتخب رئيس آخر الذي لديه مشروع آخر سيترشح جزائريون وترشح كثير من الأطراف هكذا نسير في آلية ضامنة للتغيير وضامنة للسلم المدني وضامنة وحافظة للأمن القومي الجزائري أنا أرى بالمختصر المفيد أن الدعوات إلى العودة مجددا إلى الشارع هي دعوة غير مسؤولة يراد منها فقط الضغط أو استغلال الظروف من أجل خلق الفوضى وليس من أجل إحداث التغيير الوقت غير مناسب من حيث الظروف التي تمر بها الجزائر الظروف الإقليمية أيضا في المنطقة أيضا الظروف الدولية في ظل جائحة كورونا في ظل كل هذه الأمور أعتقد بأن الدعوات مجددا إلى الخروج إلى الشارع آرع للتظاهر والإحتجاجات وليس للحراك الشعبي لأن الحراك الشعبي عربي ليس حكرا على مجموعة معينة بل أن هذا عنوان بارز ملك لكل الجزائريين ولا يمكن استعماله من طرف مجموعة أخرى هناك آليات يمكن أن نطالب بها بالتحقيق الكثير من النقائص وكثير من المطالب كما قلت لم تتحقق ولكن هناك آليات على الدولة على الدولة أن تراعيها على الدولة الجزائرية وعلى الرئيس تبون أن يتحرك من أجل سحب هذه الأوراق التي تستعمل وقد تؤدي إلى انزلاق الأمور أيضا بالمختصر المفيد أرى بأن الدعوات هذه للعودة لإحتجاجات في ظل هذه الظروف غير مفيدة وغير نافعة ومذرة مذرة ليست فقط للدولة بل أيضا مذرة بصمعة الحراك الشعبي لأنه سيظهر لدى عموم الجزائريين إن أنه مجرد فوضى مجرد تهور وليس عمل تغييري حقيقي يهدف إلى تحقيق المكاسب أرى بأن الفكرة العودة إلى تغيير الحراك أو عودة إلى الاحتجاجات يجب أن تكون مؤجلة مطلقا وعندما تعود تعود في وقتها المناسب وفي ظل ظروف أفضل بكثير إذن اقتضى الأمر حتى عندما يقتضي الأمر وتظهر حيثيات القوية التي تفرض على الجزائريين أن يخرجوا وأن يتظاهروا على الأقل تكون هناك مشروعية وقد تساهم في خروج كل الجزائريين أما أنك تتحولها إلى بعبارة عن بضاعة يستعملها فلان وعلان من أجل تصفيت هو يصفي في حساباته الشخصية وأنت أيها الجزائري تنساق خلفه ولا تدري إلى أين يريد الذهاب منك فهذا غلط كبير أمر آخر على الدولة الجزائرية وعلى الرئيس تبون أن يتحمل مسئلياتهم أن يحدثوا القطيعة مع نظام بتفليقة قطيعة فعلية تتجلى في كثير من القرارات لأن الوضع ما زال ملتهب الجزائري لا يملك كل الثقة في مؤسسات الدولة يجب أيضا نحن الآن في جائحة كورونا غير مناسبة أجلت كثير من الأمور ولكن يجب الحرص على إحداث القطيعة تتمثل في إعادة انتخابات مؤسسات الدولة البرلمان ومثل هذا